مفاوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا لإجراء تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في قطاع غزة وحضر من وضع متفجر في الضفة الغربية المحتلة كمان فولكر تورك قال أنه في مزعم خطيرة للغاية بشأن انتهاكات مستمرة ومتعددة وعميقة للقانون الإنسان الدولي بتتطلب تحقيق متعمق ومحاسبة شاملة نتيجة حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر مع دكتور أحمد ماهر أبو جبل الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية منورنا في ستوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور صباح النور أهلا سامي يعني اتبعت إزاي التصريحات الخاصة بالمفاوض السامي لحقوق الإنسان؟ طبعا كان مفروض من المدري أن ده يحصل ما نستناش لأكتر من حاجة واربعين يوم دلوقتي على اللحدة بنشوفه الجرائم حول إنسان أصلا من قبل الأحداث واللي بيحصل دلوقتي هو امتداد لها بس بشكل بشع فالتهاكات حقوق الإنسان أصبحت يعني بتتم بشكل يومي الجرائم الحرب بتتم بشكل يومي ولا تتوقف يعني زي ما إحنا شايفين أو هما يعني ما بيسعوش حتى ليه يعني هل ده تصريح مثلا يقولنا هيوقفهم عن جرائم الحرب؟ لا هيستمروا في جرائم الحرب وهيستمروا في نفس الأداة لو ما بينفزوه وجرائم الحرب كل يوم بتزيد يعني إحنا لو حطينا سلسلة من جرائم الحرب دي زي مثلا هي أصلا دولة احتلال إسرائيل دولة احتلال فباعتبر ده دولة احتلال بتضع شعب بالكامل في معسكر اعتقال بسيطرة على الأجواء البحرية والأجواء المداخل البرية عادة بمدخل بتاع الرفح طبعا زائد الأجواء الجوية يعني فهم منعين السكان دول أصلا من هو ياخد حريته من الداخل ده في حد ذاته جريمة حرب قبل الأحداث ده بالإضافة لأن مصادر المية ومصادر الغذاء وكل ده برضو عن طريق دولة الاحتلال فإن أنا أمنع بقى الغذاء والدواء والماء وأمنع الأدوية عن الناس اللي بتموت جوه جل دي جرائم حرب متعددة لأن من لازم التوافير المواد الأساسية للإنسان ده من أساسيات أي دولة احتلال إنها بتقوم بداء للمواطنين المحتلين فدي برضو جرائم حرب مبدأ المعاملة بالمثل على سبيل المثال المعاملة بالمثل إنهم بيقولوا إحنا حماس هجمت علينا فإحنا كمان من حقنا إن إحنا نهجم بنفس الأداء أو بنفس القوة حصل علينا جرائم حرب بيبقى إحنا علينا نحن نعمل جرائم حرب ليه إيه؟ أنه خادوا رهائن غير عسكريين يعني فده يعتبر إيه دي جرائم حرب علينا فإحنا بندور على ده وإحنا بنحاول إن إحنا ننفس فبفيش معاملة بالمثل بحافظة على حياة المدنيين من القواعد القانون الدولي الإنساني أنا لازم أحافظ على حياة المدنيين ولو حصل أي خطأ أو انتهاك مش بس اللي بيتحاكم الزابط المسؤول أو لا ده بيتحاكم لحد الرئيس أو لحد رئيس الوزراء كل من يعلم وأصدر القرار أو حتى ما باشي القرار بس على علم بالحدث فهو مسؤول ويحاكم متورط ومتورط أمام القانون الدولي الإنساني قانون الدولي الإنساني هو أساسه هو الحد من انتهاك حقوق الإنسان وضحايا الحروب يقلل من ضحايا الحروب اللي بيحتي بنشوفها بنتفرج عليها بصفة يومية إيه مشكلة القانون الدولي؟ أنه غير ملزم؟ أنه لازم يكون مقرون بالقوة لتنفيذه أن يكون هو غير ملزم هو ملزم حتى على الدول اللي هي ما مضتش على أنا بسمع الكلام أن إسرائيل ما مضتش على في الدولي الإنساني لا ده هو ملزم حتى على الدول دي ده ملزم حتى على الحماس أو ما نحن مش شايفينه ليه؟ لماذا لا يطبق؟ يعني إسرائيل لا تتوقف عن الاعتداء لا تتوقف عن إجراء مجازر لا تتوقف عن تجويع يعني إحنا شايفين كل ما هو ممنوع تقوم بإسرائيل وكأنها شايفة مسكة وراءة الممنوعات وبتنفذها واحد وردتين طهير ليه ما حدش أدري يوقفها؟ ولماذا لا يتطبق عليها؟ مش عارفة بقى عقوبات دولية أو هناك شيء راضع؟ المفروض ده يعني أنا عارف أن ده طبعا يعني خطأ وكلنا عارفين ده خطأ وأن فيه نوع من أنواع الحماية حول إسرائيل وكأن إسرائيل دي من يعني كائنات أخرى غير البشر فلازم يبقى يتم حمايتهم فإحنا لا ده دلوقتي أن مفروضنا نحاكم دول ويبقى مجرمين حرب زي اللي حصل في سربيا على سبيل المثال أن المجرمين بتوع سربيا في معركة ضد كوسوفو دول اتحكموا محاكم دولية وانسجنوا فلازم يكون فيه زي ما فيه إصرار من العالم دلوقتي وده حاجة كويسة لحب ده يمكن ده المكسب اللي حد كسبناه من اللي بيحصل ده زي ما فيه حاليا إصرار من العالم على وقف إطلاق النار لازم يكون فيه إصرار على بعد الحرب على محاكمة هؤلاء أمام المحاكمة الدولية الجنية على فكرة من حق أي دولة زي لوحة الجنوب أفريقيا ورفعت قضية دولية من حق أي دولة أنها تحاكم دولة أخرى على جرائم الحرب مش لازم يعني معنا الفلسطين مسجلة في الجنايات الدولية لكن أنا بقول إيه من حق أي دولة بل من حق أي فرض يعني في القانون الدولي الإنساني الأفراد بيعاملك زي الدول فممكن يعني ممكن كل فرض حصل عليه انتهاك لحق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني داخل يقدر يستقل بذاته يقدر هو الوحده يروح للمحكمة الجنية الدولية يعني أنا بتكلم شفحك بقى شعب يعني 2 مليون وي قضية 2 مليون و300 ألف قضية ممكن تتعامل على ويبعثوا الوثائق دي للمدعي العام للمحكمة الجنية الدولية يعني حتى لو أشخاص أو شخصات اعتبارية يبعثوا مثل هذه الوثائق أو الانتهاكات اللي وقعت عليهم طيب دكتور أحمد من 3 أيام تحديدا كان في قرار مهم جدا تبنى مجلس الأمن اللي هو أكثر إلزامية طبعا من الجمعية العامة لأمم المتحدة قرار واضح وصريح بفرض هدن إنسانية ومبرات إنسانية والبعض شافنا ده اختراق للأزمة في غزة إنه يعني يجب أن تردخ إسرائيل لقرار المجتمع الدولي بفتح المبرات الإنسانية أو تقديم هدن إنسانية لوقف فيما بعد إطلاق النار حتى الآن إسرائيل ترفض هذا القرار حتى الآن لا نرى أي أفق لأي هدن إنسانية طيب تنفيذ أو قليل تطبيق قرار خرج من مجلس الأمن الجهة الأهم المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين زي ما احنا اتعلمنا قليته إيه؟ هو المشكلة إن الولايات المتحدة الأمريكية رغم إنها امتنعت عن التصويت يعني يوم ما اتخاذ هذا القرار ما معنى أنا مرفضتش أنا سبحت بالتصويت إنه إنه يمر دون إنها هتقول إيه فيتو ما استخدمتش فيتو إلا إنها إيه؟ بواضح إنها بتدي فرصة لإسرائيل لتحقيق أي هدف من أهدفها يعني لأنهم محققوش أي حاجة يعني هم حققوا بس خسائر في الأرواح حققوا جرائم حرب حققوا ضمروا قطاع غزة خاصة الجدء الشمالي لكن محققوش من بنك أهدفهم أهدف حقيقية يعني لا حراروا رائن ولا أسرة ولا قدوا على حماس ولا قدوا على حماس ولا قدوا على حماس ولا أوقفوا حتى الضرب عليهم لسه الصوريخ من شوفها كلهم؟ ده دليل على إيه؟ على وجود المقاومة حتى الآن وبرضو إيه؟ واستمر تأثيرها حتى والتأثيرها غير مؤثر يعني على إسرائيل لكن مازال موجود فهم مش قادرين يحققوا أي حاجة فهو عايز يعني عشان يحصل نوع من أنواع يعني شبه انتصار تعم؟ فهما زي يكون فيه نوع من أنواع التأجيل لتنفيذ الهدن هو عموما هو واضح أن الهدنة هتتم بالتوافق بين إسرائيل زي ما الوقت فيه كلام يعني كذا مراحلة يعني أن فيه نوع من أنواع اللي هيحصل الهدن دي مثلا الأطفال أمام الأطفال ثم النساء أمام النساء وهكذا بحيث أن تتم العملية تدريجية دي اللي مقصود بيها الهدن هما طبعا بيتكلموا كان الأول بيتكلموا على الهدن ممكن تبقى ساعات ده شيء مضحك بصراحة دلوقتي بيتكلموا على أنه ممكن تبقى أيام يعني ثلاث أيام أو كده بحيث أنه يتم تبادل حماس بتقول أنه عايزها دعمل تحصر الأول للناس بتاعتها الناس اللي هي الأسرة وأمكانها لأنها مش كل الناس على تحت إيد حماس فيه ناس تحت إيد الجهاد الإسلامي فيه ناس تحت إيد جماعات أخرى مختلف فصال المقاومة بالضبط فمطلوب أنه إيه الحصر ومعرفة أسماء وكده عشان تبدأ العملية التجميع والتسليم وكذلك كل ده فطبعا ده هياخد عدة أيام لكن مع الضرب ده ومش بيدي فرصة حتى فيه منهم ناس تم كشف أنها ماتت يعني فيه مجندة إسرائيلية وفيه رحدة تانية برضو وهم اتدعوا الإسرائيل أنهما لقوها قريب من مستشفى الشفاء على أساس النوع ذريعة لاقتحام المستشفى ولدخول المستشفى قبل ما كنا نبتدي نتكلم ونتبع مع بعض القفلة المحترمة الخارجة من الأراضي المصرية لدعم أهلنا في غزة كنا نبتدي نتكلم أنا وحضرتك عن أن نحن شايفين أن منذوب أمم المتحدة لحقوق الإنسان زار رفح والعريش وصدم من كم الإصابات والدمار اللي شافوا من الجانب الآخر في نفس الوقت رفض الجانب الإسرائيلي لزيارته في نفس التوقيت أيضا تابعنا مع بعض يمكن أثناء حلقتنا النهاردة الأستاذة عبير عطيفة المتحدثة باسم بنامج الغزاء وهي بتقول أن حتى موظفي الأمم المتحدة بيعانوا من نقص غزائي شديد حتى الموظفي الأمم المتحدة والأمم المتحدة لا تمارس أي نوع من أنواع الضغوط حتى لحماية موظفية صحيح طيب هنوصل لغاية إيه يعني الجميع يشعر بأنه عنده نقص غزائي لا مكان آمن في غزة كيف ترى ذلك؟ أنا بس هاخد يعني ثواني أتكلم سمحولي أقول المشهد الرائع إحنا شفناه ده مش غريب على مصر ده هي دي قوة مصر وهي دي عظمة مصر إنها تقدم المساعدات تلتين المشاعدات لوحدها وكل العالم يقدم التلت فده ده جاي منين؟ جاي من المصريين المصريين اللي في ظروف يعني اتصادية قوية وتقيلة عليهم بيقدموا كل ده تعم؟ لتلتين المشاعدات بالحجم ده لصالح الفلسطين وده مش غريب على مصر ليه؟ لأنه ده على انتداد آلاف السنين من أيام يوسف عليه السلام وده موسق في القرآن وموسق في الكتب السماوية كلها وهي مصر بتساعد حتى هذه اللحظة وعلى انتداد حتى يوم القيامة فمصر دايما عطاقة تعطي وده قيم المصريين في الأساس المساعدات دي هي قيم المصريين وده عظمة مصر السبب بوجود مصر في هذه الدنيا وعظمتها اللي احنا بنتفرج عليهم نشوفه دلوقتي فانا شيء مشرف جزء من الدعم اللي بتقدمه مصر استقبال الجرحة اللي كنا لسه بكلم أنا وحضرتك فيهم مظهوط ان هناك جرحة وهناك مناظر يعني انسانية شديدة تصعوبة بتستقبلها مستشفيات العريش ورفح من المناظر الإنسانية شيء تصعوبة اللي احنا بنتفرج عليها للأسف يعني كان برضو انتهاك لحقوق الإنسان بالأسلحة المحرمة دولياً وده جرائم حرب برضو استخدمتها إسرائيل وهي القنابل الفسفورية وده قنابل حارقة بتحرق الجلد حتى العظم وبتسبب تشوهات بشعة للفلسطينيين يعني وللأطفال يعني هما لا يكتفوا فقط بتدمير بيوتهم لأوا حرقهم فده أشبه بهولوكوست آخر يعني إذا كان الإسرائيلين كانوا يتكلموا على إنهم اتعرضوا لهولوكوست فده أنا شايف إن ده هولوكوست غزة اللي بتقوم به إسرائيل نفسها اللي بتتدعي إنها تعرضت لهولوكوست من الحرب العالمية التانية هي بتقوم دلوقتي بهولوكوست غزة هذا تعبير إنه حط تحته خط إنه إحنا بنشوفه ده هولوكوست جديدة هولوكوست غزة زي ما حضرتك عشرت دلوقتي طيب إحنا دلوقتي عندنا مشكلة إنسانية يوم ورا يوم أو لحظة بعد لحظة بتتفاقب بتزداد ونداءات واستغاثات من منظمات دولية يعني الأستاذ عبير عطيف وهي المتحدث باسم البرنامج الأخذية العالمية قالت لينا على الهوى كده قالت لينا إحنا لا نملك ذراع سياسي إحنا لا نملك إلا النداء الإنساني والاستغاثة لحظة عجز بتمر بها المؤسسات الدولية وحضرتك أستاذ يعني في العلاقات الدولية لم يمر بها تاريخ هذه المنظمات حتى اللحظة يعني كل منظمات الغداء والحقوق الإنساني وغيره بتقدم نداءات استغاثة والجانب الإسرائيلي لا يستمع إليها ولا يعني يقدم أي شيء لإحداث أي هدنة إنسانية هذا الميزان المقلوب إزاي يمكن ضبطه إسرائيل بتعتبر نفسها فوق قانون فوق أي قانون وغير ملزمة بأي قانون من يوم ما تولدت هذه الدولة من 1948 يعني من حوالي 75 سنة هي بتضع نفسها فوق أي قانون وفوق أي إلزام لها بأي شيء اللي بتعمله هو الصحيح والصحيح فقط ملهاش علاقة بأي قوانين وبتحميها الولايات المتحدة الأمريكية بقوانين بأي قوانين بتطلع ضدها إنها تعمل تستخدم حق الفيتو وبالإنسلوب ده قضت على فكرة يعني قيام دولة فلسطينية حتى هذه اللحظة فالمشهد اللي احنا بنشوفه إن إسرائيل تشعر دائما بالموضوع ده يكفي إن إحنا بنشوف أتنين من حاملات الطائرات جاية تحمي إسرائيل وتهدد المنطقة كلها وبتك على كيمة كلها تهدد المنطقة كلها من أي تدخل في المعركة لصالح الفلسطينيين أي تدخل العسكري يعني لصالح الفلسطينيين فالولادات المتحدة موجودة فده تهديد للجميع وإن أمريكا هي اللي هتضع الشروط الإسرائيلية في النهاية أو ما يحقق مصالح إسرائيل في النهاية وفوق أي قانون وفوق أي اعتبار كل شكرا لك الدكتور أحمد ماهر أبو جبل الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية أهلا بك عفو شكرا